بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرة أخرى أرحب بكم أعزائنا الطلبة والطالبات في قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء في مساقنا المحاسبة المتوسطة في المحاضرة الحادية عشر والمتعلقة بالفصل الثالث كما تعلمون آخر نقطة وصلنا لها إن وصلنا لها في المحاضرة السابقة تتعلق فيه هناك بعض أنواع من الإنفاق الرئيسية التي تحدث للأصل بعد اقتناعه ألا وهي الإضافات والتحسينات ثم الإحلال وإعادة التركيب والإصلاح كل ذلك طبعا تم دراسته ووصلنا اليوم إن شاء الله حيكون في عنواننا ألا وهو مبادلة الأصل أو الأصول لما نقول كلمة مبادلة الأصول ماذا نقصد بها؟ طبعا نقصد بها قيام الشركة بعملية مبادلة لأحد أصولها مع أصل مماثل يعني سيارة بسيارة آلة بآلة أو أصول مختلفة أخرى يمكن أن تستبدل طبعا نتيجة هذه المبادلة قد يحدث عندنا دفع فرق أو اختلاف طبعا في القيمة مما يحقق نوع من المكاسب أو الخسائر طبعا هذا يتطلب مننا تسجيل عملية المبادلة عملية المبادلة زيها؟ زي عملية الاستغناء اللي لازم نغفل الحساب بتاع الأصل ومجمعه ونسجل النقضية أو المكاسب أو الخسار بالإضافة إلى ضرورة تزييل له تكلفة الأصل الجديد أو التكلفة الواردة في نفس القيد وهنا ستمر علينا مجموعة من الحالات التي نحن الآن سندرسها واحدة واحدة بشكل عملي إن شاء الله أول جزئية هي حالة مبادلة أصول متماثلة طبعا ما أتحدث به الآن مهم وحينفعنا في الحل عملي فيرجى منكم التركيز على هذه الملاحظات والنقاط اللي إحنا الآن بدنا نركز فيها لما نقول مبادلة أصل بأصل مماثل يعني آلة بنفس الآلة مثلا وحدث عنا مكسب طبعا العرف المحاسبي في هذه الحالة يعترف بيء المكاسب الناتج عن الاستبدال بشكل فوري ولا يتم تأجيل زي سيارة بسيارة جهاز بجهاز أو مجموعة آلات مجموعة ينتج هذا المكسب متى عندما تتم المقارنة بين القيمة السوقية للأصل القديم والقيمة الدفترية للأصل القديم إذا كانت القيمة السوقية للأصل اللي بدأ أبدأ أكبر من القيمة الدفترية هنا يحدث لدينا إيش مكسب طبعا هذا بتماشى مع متطلبات معايير دولية عنا اللي هو منها معيار رقم 16 اللي بيحكي عن الممتلكات والمصانع والمعدات كيف ممكن أنا أحصل على الربح أو الخسايا بتاعت المبادلة هي القيمة العادلة للأصل المستلم زائد النقضية المستلمة إن وجدت ناقص إيش القيمة الدفترية للأصل المستغنى عنه زائد النقضية المدفوعة إن وجدت هذه إذا كان عندي أصل إيش مماثل وحدثت عندي الربح وحنحل عليه ونركز هذه النقاط كمان نيجي الحالة التانية أنه حالة المبادلة أصل المماثل ولكن حدثت لدي إيش خسائر نتيجة المماثل في حالة وجود خسائر من مبادلة أصل معين بأصل آخر مماثل له يتم الاعتراف فورا بخسارة التبادل ليش؟ لأنه في عنا مبدأ وقيد اسمه التحفظ والحيطة والحضر المحاسر لذلك يتم استخدام القيمة هنا هنا قلنا القيمة السوقية قررناها مع مين قيمة دفترية لكن في مين؟ في الأصل الصادر هنا إيش بنسوي؟ يتم استخدام أيضا القيمة السوقية للأصل الصادر في تحديد قيمة الأصل الوارد لاحظ هنا استخدام القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية لتحديد المكاسب الناتجة عن المبادلة يعني قيمة الأصل الوارد بتساوي القيمة السوقية للأصل الصادر زائد الفرق المدفوع نقدا أو المحصل نقدا طبعا كل هذا هيتضح معنا أيضا بشكل أفضل عندما نطرح السؤال العملي لاحقا ثالث نقطة عندنا أو حالة حالة مبادلة أصل غير مماثل سواء تصار مكسب أو خسارة يعني بيزت سيارة مثلا بآلة هنا تجري المبادلة بأصل مختلف يعني بضاعة مثلا مقابل سيارة أو أخر هنا على طول بفترض أنه هنا عمليات شراء وبيع يعني أنه تم بيع الأصل الصادر وتم شراء الأصل الوارد لذلك يتم الاعتراف بنتيجة المبادلة سواء مكسب أو خسارة لأنها قد تحققت بالفعل لأن عملية مبادلة تمت وتحققت بالفعل يبقى فيه عندنا مكسب أو خسارة مش مبادلة أصل بأصل وهناك قيمة سوقية وقيمة دفترية لا هنا تكون عملية حادثة وكيف أنا بدي أحصل على قيمة الأصل الوارد هو عبارة عن القيمة السوقية للأصل اللي أنا صدرته زاد إيش المبلغ اللي أنا دفعته أو ناقص المبلغ اللي أنا حصلته فيما يلي طبعا مثالا شاملا حيوضح لنا هذه الحالات العملية واحدة واحدة ونشوف في الدفاتر في الشركتين اللي هو النهار الصباح مرة أكون المبادلة يعني من كلا الطرفين حتى نشوف كيف عملية المعالجة المحاسبية بالتم ركز معايا فيما يلي أو ركز معايا فيما يلي بيانات عن التجهيزات التي يتم مبادلتها بين شركة النهار وشركة الصباح هنا التكلفة هذه تكلفة في شركتنا 56 56 تمام تكلفة هنا كل واحدة لها مجمع إهلاك مجمع إهلاك 40 ألف 20 ألف القيمة السوقية التقديرية 25 ألف 30 ألف لاحظ معايا مش مكتوب عندكم في السؤال القيمة الدفترية بس أنا كتبتها هنا وأرغب في توضيحها لكم 16 ألف كيف حصلنا عليها عبارة عن هذا القيمة إيش الدفترية قديش تكلفة الأصل 56 ألف مطروح منه مجمع الإهلاك يعني 56 ألف ناقص 40 ألف حلقيها أكم طلعت عنا 16 ألف وهناك 56 ألف ناقص الثانية في الصباح ناقص 20 ألف حلقيها بتساوي كام 36 ألف قيمة الدفترية هي عبارة عن قيمة الأصل تكلفته ناقص مجمع إيش الإهلاك طيب الآن هو طالب مني مطلوبين إنه تجري عملية المبادلة بين الشركتين مرة مفتراض أن الأصل بأصل متماثل يعني سيارة بسيارة أو باعتباره أصل بأصل غير مماثل بدنا نشوف الحالتين هذه ووحدة ووحدة نحللها ونفهم وهنا يرجى التركيز معنا في ذلك أولا حالة الأصول لما تكون متماثلة يعني التجهيزات التي يتم مبادلتها مباثلة متماثلة هنا سيتم هنا في هذه الحالة ركز معا تسجيل الخسائر تعتبر لكن المكاسب لن يتم تسجيلها وذلك كما يلي مرة سنعملها في شركة النهار ومرة سنقلب حالنا فنكون في شركة مين الصباح لو جينا نسجل في شركة النهار سنلاقي أنه يوجد مكاسب تبادل لهذه الأصول وبالتالي لن يتم الاعتراف أو تسجيل هذه المكاسب لذلك سيتم استخدام القيمة الدفترية زي الأول كيف نجيب القيمة الدفترية افتحه معنا في الصفحة اللي هو 144 و 143 بدنا نجيب القيمة الدفترية وهي عبارة قلنا القيمة الدفترية زائد اللي النقدية المدفوعة كيف بدنا نجيبها أول حاجة بروح أشوف القيمة التجهيزات الوارد بدأ جيب القيمة الدفترية للأصل اللي أنا بدأ أبادله حلاقي يكسبنا 56 ألف ناقص 40 ألف بطلع 16 ألف طيب أنا بادلته قيمة السوقية 25 بادلته 30 ركز معايا لو جينا القيمة السوقية 25 بادلته 30 إذن هناك 5000 المدفوعة نقديا اللي 30 ألف صارت 25 صارت 30 يعني حد دفع كمان 5 لأن قيمة السوقية 30 والقيمة اللي عندي 25 إذن حجم القيمة الدفترية زائد النقدية المدفوعة 25 نقص 30 حيطلع عكم عندي 21 ألف تعالوا نعمل القيد المتبادل والقيد اللي هو قيد الاستبعاد أو المبادلة اللي هو فيه التجهيزات الواردة وإذا كان فيه مكاسب أو خسال أو نقدية وعكسها أيش التجهيزات الصادرة طبعا في صفحة 143 القيد اللي موجود في الصفحة كله خطأ يبدو في الطباعة بشكل الخاطئ وها هو القيد السليم اللي أنا أعمل لكم إياه هايو منيجي بنقول القيد في حال العملية من مذكورين التجهيزات الواردة ومجمعها إلى التجهيزات الصادرة والنقضية اللي اندفعت هذا وأنا في شركة النهار بدأ لاحظ إذن حقول التجهيزات الواردة كيف طلعتها هي عبارة عن القيمة الدفترية للأصل اللي أنا بدأ بادله من شركة النهار لأنا بشطل في شركة النهار الآن ديروا بالكم مش في شركة الصباح نركز فيها حلقيها تطلع 16 ألف زائد النقدية المدفوعة اللي الفرق بين 25 وال 30 القيمة السوقية للجهتين حيطلع عنا 21 ألف مجمع الهلاك تاعها كم عندي 40 ألف في المقابل التجهيزات قيمتها كلها 56 ألف طيب 56 ألف وظل كمان دفعت أنا نقضية بـ 5000 فصار مجموع هان 61 وهذا 61 يبقى القيد السليم هاي اللي أنا عدلتلك إياه هذا في خطأ كبير كان في السؤال يبدو ناسخ من الصفحة السابقة لكن هاي القيد الصحيح هو عبارة عن من مذكورين كمان مرة التجهيزات الواردة ومجمعها إلى مذكورين اللي هو التجهيزات الصادرة والحسابات النقلية يعني 21 واربعين هنلقيها 61 56 وخمسة هنلقيها أيضا 61 وبهيك سجلنا العملية تعت المبادل لكن في دفتر من شركة النهار بدنا الآن نتجه لتسجيل هذه العملية لكن أنا أعتبر حالي الآن شركة مين الصباح شركة الصباح لما بدها تبادل بالوجهة النظر هنلاقي القصة بالعكس في عنا خسائر تعالوا نشوف كيف ننسوي التسجيل في دفتر يتم تسجيل الخسائر وهنا حسب الحيطة الحضر هنأخذ بعين الاعتبار الخسائر الواردة عملية الخسائر لدير لدير بالك الآن نشتغل في حالة الأصول المماثلة وفي حالة الأصول المماثلة لا يعترف بالمكاسب وإنما يعترف بالخسائر وفق الحيطة والحضر هذه معلومة مهمة لأنه الآن في المحارض الثاني لما تكون غير مماثلة هنأترف بالمكاسب والخسائر وحنقول ليش لما نصل إلها لو جينا بدنا نسجل في دفاتر شركة الصباح يتم تسجيل الخسائر كيف قديش قيمة الخسائر هي عبارة عن القيمة السوقية للأصل الصادر أنا في شركة صباح اللي صادر رحنا سيحجع على الجانب العمود الثاني اللي هو القيمة السوقية اللي هو 30 ألف حطرح منه النقدية المحصلة 30 ألف أنا بدلت بـ 25 فيك نقدية محصلة إذن بالطريقة العقسية حنكون نقدية المحصلة 5 ألف إذن قيمة التجهيزات الواردة عندنا قديش هين صارت 25 ألف والنقدية المحصلة 5 ألف تعالوا نشوف كيف القيد بيصير معنا في هذه الحالة من وجهة نظر شركة الصباح تجهيزات الواردة أقل قيمتها 25 ألف اللي هو القيمة السوقية ناقص النقد ليش اللي محصل 25 ألف اللي هو 30 ألف ناقص 5 ألف ومجمع احتلاك الصادر اللي هو عقبال 20 ألف لأننا في شركة الصباح إلى حساب التجهيزات الصادرة قديش 56 ألف تمام وعندي نقضية مدفوعة 5000 56 و561 61 ناقص اللي فوق حاللاقي عنا خسائر مبادلة قيمتها 6000 لما أقول 25 و20 هاي 45 وعقبال 56 و25 و61 ناقص 45 حاللاقي عنا 6000 هي عبارة عن خسائر عملية المبادلة 6000 هي عبارة عن خسائر عملية المبادلة لماذا؟ لأن القيمة الدفترية أنا مسجلها 36 لكن قيمة سوقية تطلع عندك 30 إذن لو جينا للقيمة الدفترية في شركة الصباح حطتها 36 لكن أنا بادلتها بـ 30 إذن نقص 6000 هي الخسار هذا 6000 من وين حصلنا عليها واد دير بالك وراك زوفية 6000 كمان مرة هي عبارة عن 36 القيمة الدفترية نقص القيمة السوقية التقديرية اللي بـ 30 إذن عندي خسار تبادل بقيمة 6000 لأن أنا مسجلها في الدفتر في شركة صباح 36 لكن لما جيت أبادلها بادلتها بقيمة كام 30 إذن الفرق بينهم هو عبارة عن 6000 وتسمى خسائر مبادلة تسمى خسائر مبادلة شفتوا كيف في حال تفترضنا إن الأصول مماثلة لكن في حالة افتراضنا أن هذه الأصول غير متماثلة يعني بدلت سيارة بأرض بآلة قلنا في هذه الحالة تعتبر عملية المبادلة هي عبارة عن شراء وبيع بيع الصادر اللي أنا بدلته وشراء الوارد وبالتالي فتكون العملية صارت بشكل فعلي وحقيقي وعملية مبادلة وصار استلام وتسليم إذن صارت عملية بيع حقيقية إذن لابد في هذه الحالة أن أعترف سواء في المكاسب أو في الخسائر على عكس المماثلة اللي بعترف في المكاسب وبعترف في الخسائر وفق الحيط والحضر لكن هنا ركزوا معي في الأصول غير المماثلة لابد أن أعترف بالمكاسب أو الخسائر لأن العملية تصبح عملية حدثت فعليا وبالتالي لابد من إجراء معالجة لهذه المكاسب الخسائر لأن حدثت بشكل فعلي حيث أن عمي التبادل بين الأصول غير المماثلة تمت وبالتالي أبدأ من التسجيل تعالوا بدنا نسجل نفس الآلية مرة في دفتر شركة النهار ومرة في دفتر شركة الصباح في شركة النهار هنا سأعتمد على القيمة السوقية التجهزات الواردة قد القيمة السوقية للأصل لأن يصدر 25 ألف ويضاف له النقدية المدفوعة فيصبح 30 ألف تجهزات الواردة وبالتالي سيكون قيدنا بشكل سهل التجهزات الواردة 30 ألف ومجمعها موجود عندي 40 ألف إلى حساب التجهزات الصادرة كالقيمة كاملة 56 ألف تمام والنقدية لأننا دفعتها 5000 والفرق هو سيكون عندي مكاسب تبادل عبارة عن مكاسب تبادل اللي هو قيمته 9000 لأنه 30 و40 70 ناقص 56 وال5000 حنلاقي الفرق هو عبارة عن مكاسب تبادل بقيمة 9000 هاي المعينات زي ما كنا سابقا نرجع نذكركم بس في السؤال عشان تفهموا ايش اللي احنا بنشتغل هاي هذا كانت تكلفة 56 56 وهذه مجمعها 40 20 والآن انا شغال في شركة النهار اذا هاي قيمة السوقية اكم 25000 وكيف بقدر اعرف 9000 من وين جبتها بقول 25000 القيمة السوقية التقديرية لكن انا 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 قيمة الدفترية وهي عبارة في شركة في شركة الصباح شركة الصباح برضو بقول القيمة السوقية مطروح منها النقدية المحصلة هيك احنا عملنا 30000 ناقص 5000 اذا قيمة التجهيزات الواردة 25000 لانا نقيمها 25000 صح تمام تعال نشوف كيف القيد بدنا نعمله 25000 اللي هو التجهيزات الواردة ومجمعها وين هنا في شركة الصباح اذا نحروح العمود التاني اللي تحتيه مجمع 20000 تمام الى مذكرين حساب النقدية وحساب التجهيزات 56000 خسائر التبادل طيب خسائر التبادل عندي من وين انا حصلت عليها نرجع على نفس الموضوع نفس المنطق اللي احنا عنا رجعنا له في السابق عشان تتضح معنا الامور لو رجعنا للمثال في الاول زي من تفتحين معنا حل لاقي القيمة السوقية التقديرية حسب شركة الصباح كام 36000 لكن القيمة الدفترية لم سجل 36000 اذا انا لما بدلت بتلاتين معنا حققت خسائر تم بادلة بقيمة 6000 36000 ناقص 30 هل هل لقيها ان خسائر مبادلة 6000 هايها موجودة عنا وبهيك بكون انا عما اجريت عملية المبادلة على انها عملية بيع وشراء وعملية حقيقية وهين لحظنا الفرق بين التماث المماثل غاد وبين عدم التماثل في حالة قلنا كمان معلومة نعيد التاني هالي جزئيتين المهمات اللي هن محور حلنا او محور فهمنا لهذا السؤال عملية المبادلة بفهم حاجة واحدة اذا كانت الاصول متماثلة لا يعترف بالمكاسب ولكن يعترف بالخسائر وفق الحيطة والحظر والتحفظ لان العملية لا تكون عملية مبادلة اما في حالة مبادرة اصل باصل غير مماثل هن تصبح العملية عنا اصول العملية هي عملية بيع وشراء عملية بيع للاصل الصادر وعملية شراء للاصل الوارد وبهيك انا بكون حققت ما هو مطلوب مني في هذه المحاضرة علما بان هذه المحاضرة اختصرتها بشكل بسيط ليش لان معلوماتها مهمة ودقيقة وتحتاج مراجعة ان شاء الله رب العالمين راح اعد لكم محاضرة اخرى وهي تمارين عملية هنحل الامثلة المحلول للسؤال الاول والثاني وحاول اشوف كمان سؤال او سؤالين من اسئلة الكتاب وانحل ها في المحاضرة القادمة ان شاء الله راح تكون زي اسئلة عملية عن الفصل الثالث عشان نغطي كل الجوانب الممكن والافكار الممكن تورد معنا في هذا الفصل مرة اخرى تمنياتي لكم بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء اخر ان شاء الله